في المقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة استهدفت سيارتهم في قطاع غزة وزعم بيان الجيش إلى أن المستهدفين كانوا ينتمون لكتائب القسام وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ ما سماه نشاطا إرهابيا هذا في حين نقلت صحيفة هاريتس عن مصدر إسرائيلي خشيته بأن يؤثر اغتياله عدد من أبناء وأحفاد هنية على مفاوضات صفقة التبادل ورجحت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الاغتيال قد تم دون موافقة المستوى السياسي في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية لم يكن عندهما علم بالعملية